حول هذا الوضع الاقتصادي مع من أسطنبول مفدنا محمد مشهراوي محمد الجميع يتحدث عن هبوط الليرة التركية بشكل كبير لكن يعني رئيس أردوغان يتحدث عن خطة لإنقاذه وربما تعديل هذا الوضع كيف تبدو الآراء في الشارع التركي الآن؟ الشارع التركي الآن أكثر ارتياحا من الأيام السابقة ويأمل بمزيد من تحسن سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية الأخرى رسيم الدولار طبعا التي وصلت إلى ثمانية عشر أو أكثر بقليل في الأسبوع الماضي بدأ مسلسل انخفاضها وتحسن سعر صرفها مام الدولار بكلمة للرئيس أردوغان يوم الاثنين الماضي بإعلانه عن آلية اقتصادية جديدة تسمح للمستثمرين بالعملة المحلية بتحقيق نفس مستوى الأرباح فيما لو كانوا مداخرين بالعملات الأجنبية هذه الألية هي التي كانت الفيصل في مسألة إنعاش الليرة وعلى مدى الأيام الخمسة الماضية تم تحسنها بشكل منحوظ وصولا إلى عشر مقابل الدولار تقريبا ويأمل الأتراك أن يستمر مسلسل تحسنها وصولا إلى تسعة على الأقل هذا بالنسبة للأتراك يعني مستوى مقبول على الأقل في هذه المرحلة الألية الاقتصادية الجديدة التي أعلنها الرئيس تركي رجب طيب أردوغان تقوم على خلق الوظائف خفض سعر الفائدة وجلب المستثمرين والتركيز على الاستفادة من الصادرات الكبيرة للدولة هنا أيضا التحدي القائم حاليا هو مسألة إعادة الأسعار التي ارتفعت في الأيام الماضية إلى خفضها من جديد وفي ذلك ناشد الرئيس أردوغان وحث الأتراك على إعادة الأسعار بشكل سريع كما ارتفعت سريعا عندما انهارت الليرة خلال الأيام الماضية في المقابل أيضا هنا حذر الرئيس أردوغان من خطابات سياسية ترمي إلى الإضرار بسعر صرف الليرة وتوعد أصحاب تلك الخطابات بالملاحقة قانونيا شكرا لك من اسطنبول موفدنا محمد المشهراوي شكرا لك